الدكتور عبد الناصر البحيري وكيل لكبة الأطباء بالدكاهلية تقول ايه النهاردة لأوسر شهاداء الأطباء وإحنا بنكرمهم؟ في البداية بشكر حضرتك يا أنا على تمامك وبنشرف بنستقبلك استقبال قيب من قبة أطباء الدكاهلية وطبعا الموضوع بتاع الأطباء إحنا الأطباء بتاعنا في جمعية الأعمار وجمعية التخصصات كانوا هم خط الدفاع الأول في جائحة الكورونا حتى قبل معرفة كيفية التعامل مع الفيروس وكيفية الحماية منه يعني فقدنا شباب وشيوخ وزميلات وزملاء من كل زميلنا وأقل واجب مفروض إحنا نعملهم إحنا دايما نقولهم لن ننساكم أصارهم طبعا في تكريم مادي من خلال اتحاد المهنة الطبية والنقابة والجهات السياسية برضو قدمت بادرة اعتبارهم مصابين إصابة عمل وتم مجازاتهم مجازامة دية يعني معقولة يعني إن شاء الله لكن الجامع معنوي باستمرار لازم نكون إحنا فاكرينهم وعلى اتصال دائم بهم وبأسارهم إن شاء الله وكيفية الحماية